السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في مطبخ نيمو الرفاعي النهاردة ان شاء الله هنعمل روتين كده جميل ان شاء الله يوم خفيف كده ان شاء الله هنبدأ بالفطار فطار صحي بقى مفيش ولا زيوت ولا بطاطس محمرة ولا اي حاجة سلقت بطين ومعا وقطعت جنبها خيارة بس قلنا بقى ناكل اصحي شوال نبعد عن يزيوت شوية دي اهم حاجة اي دي هو الفطار اللي فاط كمان بعد كده بهمسح الرخامة معاكم زي ما انتم شايفين كده بعد كده هوريكم المطبخ كمي كاركب كمي كاركب جدا كمان هنعمل بدا كله مع بعض تعالوا نشوف بأول حاجة افضل اي بوائي اكل مش عايزا كده في البسكت او زي ما انتم شايفين كده اي حاجة انا مش عايزا كاس فاضية ورق مناديل كده اول حاجة اعملها اخسر اخسر اللي سلقت فيها البيضة بعد كده النشابة النشابة مفاش حاجة بس انا يعني لقيت عليها نملة كده فغسلت على طول واجه اللي بقى هو بخسلها متنسوش اللايك والاشتراك وان شاء الله على كمان اسبوع كده ان شاء الله هبدأ اجيب بقى مشتريات رمضان ان شاء الله الزينة اللي هي الورق اللي بيبقى مرسوم عليها بكار وكده وكمان هجيبه فرانور ان شاء الله بس الروتين رمضان بقى طبعا ملوش حل يعني ده كفاية بس وانا واقفة بعلق كده الزينة كأن في رمضان بالزبط كل سنة وانتو طيبين كده انا بشطف الحاجة ايه وبصطفيها جنبي حتى جنبي زي فوطة كده بصطفي عليها انا جايبها مخصوصة لكده وان شاء الله برضو عايزين نعمل برضو تفريزات رمضان ان شاء الله يود علينا وعليكم كده بإذن الله الايام بخير دي الصواني اللي كنت عاملة فيها الحووش بس كده همسح بار رخامة وكان الصابون والمية وكده بعد كده في مطعم فتح جنبينا جديد فقلت اجربه بس فجبت يعني نص كيل قلت بس اجربه لان انا قبل كده جربت مطعم كنت جايب اتنين كيلو ما عجبنيش خالص فبصراحة طلع بصراحة السمك تحفة وجايلي سخني جدا انا حتى مش عارف همسكه اصلا لان هو كان سخني جدا والتدبيلة بتاعته بصراحة تحفة كده انا خلاص خلصت المطبخ زي ما انتو شايفين توضيب ومسح الرخامة وموعين والارض كنستها كويس ومسحتها هنعمل بقى ايه حاجة كده بسيطة في البلكونة لان متل ما شابك في قلب البسكت ههب بقى وهكنس وهمسح البلكونة ما خدتش مني وقت بصراحة هي اصلا نظيفة لان انا على طول افلت ستاير بتاعتها فما فيش اه تراب بيخشلة ولا اي حاجة يعني على قد ما بقدر ان انا كل شوية كده امسحها كده انا كنت بحط مياه في حالة الضغط عشان خاطر هسلق لحمك انا عندي كيلو في في التلاجة طيب فبعدت جبت عليه نص كيلو جنبيه نص بس يعني مزودتش جمعها بتاع اربع حتات بس النص وحطيت مياه كمان حالة صغيرة فيها مياه خلتها تغلي عشان احط فيها كبد وقوامس تتسلق نحط هنا حبهان في حالة الكبد والقوانس حبهان وفي حالة الضغط برضو حبهان وحط هنا ورق الاورة وهنا برضو ورق الاورة وحط هنا حبة فلفل اصمر وهنا برضو حبة فلفل اصمر انا كده هو بحط الكبد والقوانس وكده بحط اللحمة كده المياه غليت اصلا لان لازم تغلي حالة الضغط المياه بتاعتها تغلي بعد كده هقفلها بعد كده بقى نخش بقى سبت كل حاجيه عن النار بالطيب قلت بقى اشوف اللي ورايه جيب بقى شلت الفرش بتاع الصالة وقط النوم وقط الاطفال وحطتهم على على البلكونة ياخدوا شوية شمسي كده كده انا بمسح قط الاطفال اهو ومتنسوش اللايك والاشتراك همسح بقى الشقة كلها بعد كده هفرشها مرة واحدة بعد كده وخلصت قط الاطفال وجيت للصالة الاطفال بصراحة انا يعني انا الاول كنت لو مسلا همسح الصالة اشيل الصالة وبعد كده امسحها بعد كده فرشة بعد كده اخش مسلا على قط الاطفال اشيل الفرش بتاعها وامسحها وبعد كده فرشة هكذا حسيت ان انا باخد وقت جامد اوي بصراحة رحت قلت لأ انا اشيل الشقة مرة واحدة وهمسحها مرة واحدة وافرشها مرة واحدة بصراحة ما اخدتش مني وقت خالص او انا كده كمان بفرشها شلت التانية السواري اللي كنت حطها تحت الترابيزة قلت ايه دي خلاها بقى على عيد بقى ان شاء الله دلوقتي انا بفرش الحفظة يعني حسها خفيفة كمان يعني السجاد او انا كل شوية ببدل كده السجادة مثلا الحفر ما بين السجادة اللي هي فيها شعر كتير دي عن السجادة العادية كل عن الحفظة كل شوية بعد اغير كده جانبا المنديل خلصت من العلب رحت اجبت مناديل بس المشكلة علبة المنديل الكاملة ما بتجيش في دي دي لازم بتحطيه على 4 مرات على دي وكده بقى ايه هفرش قط الاطفال اهو اخش اجيب الحجم البلكونة وهفرشها على طول بصراحة ما خدتش مني وقت خالص بصراحة وان شاء الله يكون الروتين بسيط وعجبكم ان شاء الله الروتين يومي كده خفيف وعبال ان شاء الله الروتين بتاع رمضان بازن الله كل سنة وانتو طيبين وما تنسونيش في اللايك والاشتراك ولو عزتوا اي حاجة اكتبها لي في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا